امبارح اكيد كنا تابعنا جمعة رد الشرف لحرائر مصر الجمعة اللي دعية اليها من اكتر من 27 حزب واتلاف وحركة سياسية نتيجة احداث مجلس الوزراء اللي استمرت كذا يوم اللي شفنا فيها اسوأ انواع العنف اللي مورست ضد السيدات وضد الرجال كمان سقط في هذه الاحداث حوالي 17 شهيد واكتر من 900 مصاب انتي على رأسنا من فوق يا ست البنات من الشعرات المهمة اللي كانت مرفوعة امبارح احنا اسفين يا ست البنات من الشعرات اللي كانت مرفوعة امبارح بتتقل كل النساء وكل البنات اللي تعرضوا لايهانات خلال احداث مجلس الوزراء خلونا نتكلم على جمعة امبارح جمعة رد الشرف لحرائر مصر من ضفنا اللي بينهارة النهاردة في الستوديو دكتور عماد جاد نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نهارك سعيد يا فانت اكيد كمان امبارح شاهدنا العباسية برضو كان فيه بعض المواطنين اللي موجودين في العباسية بس انا عايزة ابتدي اتكلم على جمعة امبارح الجمعة جمعة مدان التحرير جمعة رد الشرف لحرائر مصر وتعليق حضرتك عليها ايه في الاول طيب يعني انا عايزة اقول ان الجمعة دي من الجمع اللي هي بتبس الامل في نفوس المصريين ام وبعد الجمعة دية اه قادر اقول انه لا عسكر ولا اسلامين هيادروا يرجعوا المصريين تاني لبيوتهم ويفرضوا قيد عليهم تاني المصريين كسروا حاجز الخوف في 25 يناير وبيقدموا صورة لمصر ام المتمدنة المتحدرة ام اللي هي ام الراجل زي الست والست زي الراجل والولاد زي البنت مفيش فرق بينهم ام وبالتالي اه اللي عايزين يقعدوا الست في البيت واللي عايزين يقمعوها واللي بيشهروا بيها واللي عملوا كشف العزرية كلهم دولة اه خسروا خسارة جديدة وانه مهما تصوروا انهم بالاعلام الرسمي وبالدعاية الفجة وبعض المأجورين يقدروا يشواهوا صورة سوار الاول او صورة اه فتيات وسيدات انا اعتقد انهم خسروا وبالتالي اه هي جمعة بتخلي الواحد يبقى عنده امل ان البلد دي مش هتروح شمال والايمين هتفضل مصرية بالتركيبة المصرية وبالخلطة المصرية اه وانه مجرد اه طبعا البنت كانت موجودة مع الشباب في اول يوم في الثورة صح ما خدتش حقها في الانتخابات زي ما كل القوى الثورية ظلمت زي ما كل القوى الثورية ظلمت اه لكن عايز اقول انه يكون ان الميدان ينطفد بمليونية على واقع اهانة فتاة انا اعتقد اقول مصر بجوع الفتيات طبعا الابرز كانت الفتاة اللي تمسح لها في العنية الصورة هي الرمز كانت ديت لان دي اللي وصلت للزروة بعد كده فيه حاجات تاني ما نعرفهاش في حاجات تاني في مجلس الشعب جوة في حاجات تاني اتخطفوا في في بلاو كتيرة ما نعرفش عنها حاجة لكن انا عايز اقول الجميع توحد حوالين هذا المشهد وده بيبين ان دي مصر يعني ده ممكن يحصل في دولة تانية ومميحسنة والبعض احاول هنا على فكرة هي نزلة ليه هي لابسة ايه ده كلام سخيف لا يجوز وهزم يعني سريعا وبالتالي بطلوا هذا الكلام وبالتالي عايز اقول ان دي مصر ودك يا ماني خلي يا فندم اتساءل وقول تعليق يعني انه مبارح رغم زيادة العدد مبارح ان العدد ضخم في ميدان التحرير وعدد النساء كان كبير جدا جدا في ميدان التحرير الا ان احنا ما عندناش ولا حدث البلطجة ولا حدث التحرش لان ده الميدان الحقيقي ده الميدان الحقيقي وانه كل اللي كانوا بيقوموا بهزي الافعال اضطروا ينسحبوا بعيدا نقطة تانية نقطة تانية مهمة ان رجع اه الروح السورة اللي خلى الشباب يعملوا بوابات ويفتشوا الدخول لان الاول يعني اللي حصل في الاحتياجات والبلطجية المستقرين وغيرهم نتيجة عدم موجود بوابات لكن السورة الحقيقية والمصر الحقيقية لا بتتحرش ولا بتعمل مشاكل ولا سرقات ولا غيره يعني روح الميدان التمنتاشر يعني انا عايز اقول اه اه كان تمانية عشرين سبعة هو اليوم انا بعتبره التسعة عشر تمانتاشر يوم اه انا اعتبر انبارح ده اليوم العشرين لانه الباقي قطيعة في النص لا لهاش علاقة بالسورة عام تم قم مربوطة ببعد بس علشان يبقى في انجاز نحس بي يعني متبقاش بنكمل الايام كده فرضاني كل كم شهر يعني انا اعتقد انه اه اه طبعا فيه مشاكل كتير واعتقد انه لو كان في رؤية من البداية بالتعامل مع اللي حصل في خمسة عشرين يناير على انه ثورة وتم احترام دماء المصريين واللي اتمن على المسألة يعني واصل السير فيها بامانة انا اعتقد كنا ممكن نبقى نموذج مبهر للعالم كله ونموذج للمنطقة. قبل ما اتكلم على جمعة اه او اتكلم الاول على جمعة لال التخريب قبل ما اتكلم على مطالب اه ميدان التحرير. اه جمعة لال التخريب امبارح كلنا انا شوفناها. حايم ناس كتير من بتتفرج وانا بقول رأيي ناس من اللي تتفرجوا على المظاهرات يعني. ما كنوش عارفين هم عايزين ايه بالزبط. ان هم عايزين بس يبيدوا بتوع التحرير. يعني مفيش مطلب مفهوم منطقي. همش برضو عايزين استقرار زينا واحنا كمان عايزين استقرار. هم اكيد عايزين دم الشهداء واحنا كمان. ولهما يعني. ما شوفنا الشعار من الشعارات اللي تدول ان هم عايشين معنا في نفس البلد في نفس الثورة في نفس. شوفي هذكر حضرتك لما كانت تحرير الناس بتتقتل. وكان اثناء موقعات الجمل. كانت في الناس موجودة في ميدان مصطفى محمود. صحيح. انا عايز اقول لجميع مصريين. طبع. وممكن الرؤى تتباين. لكن الثورة دي مش هستفيد بيها اللي عملوها بالعكس اللي بعض الناس الوقود الثورة دفعوا حياتهم تمن لها عشان الناس بتوعي الابسية يعيشوا حياة كريمة المفترض. وبتوع ركس. هم. لانه النهارده لما تعمل حد اه ادنى وحد اقصر الاجور ما الجميع هستفيد. لما يبقى في في اضربة صعودية الجميع هستفيد. لما يبقى في شفافية الجميع هستفيد. لما الاراضي مش هتتسرق الجميع هستفيد. لما يبقى في تعليم كويس جميع هستفيد. ماذا الصورة? مسا. انا يعني عايز اقول انه من الحاجات اللي انا سمعتها في العباسية مبارح انه التعجيل بالكشف عنا الذين حصلوا على اموال من الخارج وكشف الخوانة بتاع ماشي انا موافق وطالبنا المجلس العسكري عشرات المرات انه يقول لنا مين اللي خدوا فلوس بس برضو حاكم قتلة السوار وحاكم الفسدة يعني انا هقول اللي خدوا فلوس وما قلش اللي قتل السوار وما قلش اللي دهسوا الناس وما قلش اللي عاموا الناس واستهدفوا عنهم يعني ده يبينلك قد ايه يعني في التحرير هتلاقي مطلب عام للبلد مطلب لمصر كلها في العباسية هو مطلب انتقامي من التحرير لانه قبل كده كان فروكسي وانا مش عايز اتهم ولا خون ولا اقول ولا لكن انا هذكر حضرتك بجملة مهمة في الفين وخمسة مبارك عمل حديث مع جريت السياسة الكويتية نشر في الاهرام والاخبار قال انه حركة كفاية بتقول ان كفاية يعني انا كفاية لمبارك طب هم اخدين فلوس مبارك بيقولوا كفاية انا اقدر ادفع فلوس لناس هنا تقول مش كفاية يعني هو قال اقدر ده المنطق لها عاشين بيه بقى تقول رفاق لنا خطر يرجعوا لهذا الحديث انا بقولش كلام مرسل يرجعوا لهذا الحديث لمبارك مع جريت السياسة الكويتية وانشرة في الاهرام اتذكر يا في مايو يا في يونيو الفين وخمسة وهيجده مبارك في منشط في 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 عنوان فرعي بيقول انا اقدر ادفع اجيب ناس ادفع لها فلوس وتقول مش كفاية فبالتالي مسألة دفع الفلوس دي مسألة سهلة وبعدين عايزة اقول على حاجة برضو القطع مسيرة التطور الديموقراطي في مصر سنة اربعة وخمسين ساعة الخلاف بين عبد الناصر وبين محمد نجيب كان نقابات النقل والرجل اللي مسؤول عنها كان نصصه احمد الصاوي خد اربعة تلاف جنيه واعترف بعد كده بانه خد اربعة تلاف جنيه سنة اربعة وخمسين مبارك لا انا مدى متخيلة طبعا احنا 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 ابدأ الرجل اعترف بعد كده انه هو المعركة اللي هزن فيها محمد نجيب اللي كان بيطالب بان الجيش يرجع سكناته زي جيش يرجع سكناته وترجع الاحزاب ومصر بعد اتنين وخمسين تتسلم لقوة سياسية اقامة حقا ديمقراطية سليمة المبدأ السلسة مبادئة السورة النتيجة انه جابه الاخ دوت الدولة اربعة تلاف جنيه وقام لا طلع عمل اضراب في النقل ووقف حال البلد وقال لال الديمقراطية ملعونا الديمقراطية على الحرية على بتاع هم عايزين المجلس خد السورة والسمرت نساعة بتقوله ده ايه يا فندم معنا كده ان احنا هنرجع تاني كمان ع خمسين سنة نقول فاكرين في يناير 2011 ناس طلعت وبرده ناس ادفع لهم فلوسه يعني هنفضل كده ولا ايه؟ الجيل اختلف مصر اختلفت العالم اختلف يعني في وقت اللي بقول له حضرتك عليه ده كان الاخ وزير الخارجية بتاعنا بيرد على تصريحات انتقاد سحل السيدات فبيقول نرفض التدخل في شؤون الداخلية لمصر اقوله التلام ده كان من خمسين سنة فيش حاجة اسمه نرفض التدخل شأن احترام حقوق الانسان ده شأن عالمي انتهى زمن تقفل على شعبك وتعمل فيه اللي انت عايزه عارف المصر يقول لك مش عارف شعبي وانا حر فيه لا الكلام ده انتهى انتهى يعني زمان كان ممكن يعمل دوت وكان ممكن يقتل جزء من شعبه دلوقتي العالم لا يقبل سحل مواطنة العالم لا يقبل قتل طفل العالم لا يقبل قتل مواطن او تعذيبه هو بس خلينا كمان يا فندم بنوضح علشان ما نبقاش احنا بنروغ للفكرة اللي ناس كتير خايفة منها اللي هي انه لما بيتقال نحن نرفض التدخل هنا الناس مش بتفهمها بمنطق الحقوقي بس بتفهم منطق التدخل الامريكي جوه العرق التدخل الامريكي في البلد الفنية فانت تتخيلها نقول نرفض التدخل ومصدوب نحن نرفض ان الجيوش يعني تدخل عندنا في بلدنا لا لا مش وارد على الاطلاق والله انا نحن بقول لحضرتك رابع ضح المسألة مش وارد على الاطلاق أنا اللي بركز عليه لما هي انتقدت مشاهد السحل وقالت إيه؟ ما قالتش سأنا تدخل قالت عار المشاهد دي عار صحيح فاعتبر كلمة عار ده تدخل يعني عايز يقول ملكوش دعوة بينا نعمل احنا عايزين نقول لأ في حاجة اسمها مجلس الدولة حق الإنسان تابع لأم المتحدة كويس؟ في حاجة اسمها النقد لانتهاك مواصيق تتعلق بحق الإنسان وبعدين على فكرة اللي احنا مضين عليها بس بزرق على فكرة حكاية التدخل العسكري دي دي خصة واهمية يا فاهم ازاي؟ يعني يعني اعتقد انه 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 هي اتعاملت في العراق تما زي لأعتبارات كتيرة جدا بعد 11 من سبتمبر والأمريكان خدوا درس كبير وندموا على دخولهم في أبغاستان ودخولهم في العراق وبالتالي المسألة مش واردة على الإطلاق وعلى فكرة ايا كان المبرر وايا كان الدافع لو فكر واحد بس يقرب من شاطئة المصر كلنا جنود نلبس كلنا بقى تحرير بعباسية بكل الفلس المسألة ايه بس ايه ما حدش يزايد في المسألة دية يعني سيادة مصر وكرامة مصر دي حاجة على رأسنا من فوق لكن انا عايز اقول له انه معي مصر دي دولة محترمة مصر بتحترم حقوق الانسان مصر بتحترم أولادها فلما يبقى في انتهاك لأبسط حقوق الانسان منطقي وطبيعي ان يحصل نقد من دولة 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 امين العام لأم المتحدة انتقد وبالتالي احنا لما يبقى عندنا انتهاك لحقوق الانسان في دولة ما ما احنا بنعمل تصريح من هذا النوع طيب خليني كمان اخذ وجهة نظر التانية تحديدا على الاعتداء على نساء مصر في احداث مجلس الوزراء وناس كتير بتقول انه او في بعض الناس بتقول يعني انه بيان واحد وتسعين ما هو أسف هونتوا عايزين ايه تاني شوفي اه انا مش مش هزعل الناس واقولي الاسف يفرق على الاعتذار ولانه اسف اسف لما حدث مش اسف علق يعني فيه فيه لغويا كمان بعتقد بتختلف يعني شوفي احنا طلبنا لما اسرائيل قترت خمسة من جنودنا اه على حدودها طلبنا اعتذار فابدوا الاسف فيابدوا من ساعتها واحنا بنقلدهم في موضوع الاسف احنا بنستكبر على اعتراف بالخطأ والاعتذار ماشي الحال ابدى الاسف بس انا دلوقتي خليني اعمل عاها في حد واقوله انا اسف في حاجة اسمها حق مجتمع يعني حق الهينت وسحلت شيء وحق المجتمع شيء تاني يعني زي ايه مثلا اما حد بيسرق او يقتل يعني جريمة سرقا مقترنة بالقتل ممكن اهل الاتير يسامحوا القاتل يقولي خلاص احنا ايه ما عندناش مشكلة مش بتاع لكن ده مش معناه نطلع براء في حاجة اسمها حق مجتمع حق المجتمع ان هذا الرجل سرق وقتل فبالتالي لازم يؤمن المجتمع فلا انا عايز اقوله انت قلت ااسف مش معتذر انا موافق ومقبول بس حاسب فين حق المجتمع لكم في القصاص حياة قولي الالباب يعني فين القانون طبق للقانون يعني هات الجنود يعني مثلا امسكي من اول تنحي مبارك لو هاته النهاردة كشف العزرية البلون قضية سميرة يوم سبعة وعشرين انا بعتقد ان احنا قضية سميرة البنت الوحيدة اللي رفعت قضية يوم سبعة وعشرين لا ما نقول لحضرتك لأ عصرها مش قضية واحدة القضية يعني كان موذج يعني وبعدين ما سبيرو طبعا ماشي ام وبعدين قبلها كان العباسية وبعدين محمد محمود وبعدين مجلس الوزراء كويس هل انا حاكمت واحد في دول لا حاكمت حوالي عشر تلاف واحد قدام حاكم عسكرية وسجنتهم هل حاكمت واحد من دول هل مسيكت واحد هل حققت يعني انت النهاردة جاي بتقول انا بحقق في مسبيرو وبحقق في العزرية طب يعني هما مسبيرو حصلت امتى حصلت ليها حوالي تلات شهور العزرية حصلت امتى من مارس يعني يعني دخلنا في تمن شهور يعني يعني لو في فاندو مقاعة الجملة هي بقالها جمز كم شهر هي والسه بزر فانا عايز اقول ايه